يا أخي الكريم إلى الحدث ثم وصول سيارات الأطفاء إلى هذا الحدث الحدث حصل تقريبا الساعة 12 و 10 دقائك في الليل وتم الاتصال بسيارات الأطفاء فجاء بعد تقريبا ساعتين ونصف وصلت السيارات بعد ساعتين ونصف لما وصلت لا يوجد عندهم المال لإطفاء الحريق فوجدوا عهد المساجد ماء ثم مددوا بهذا الماء ولذلك أوقفوا الحريق ساعة 4 ونصف صباحا بعدما اندلعت في الساعة 12 في الصباح توقع 4 ساعات ونصف تشتعل لو ما كانت هناك الشباب من داخل المخيمات رموا بالتراب والماء من بيوتهم ربما اشتعلت وبيوته كل 28 ألف لاجئ في هذه المخيمات وأنا أقول لماذا هذا التساهل في الترتيبات اللازمة للحماية وهناك منظمات أممية ترأى هذه المخيمات وهناك سلطات محلية مسؤولة عن هذه المخيمات وحمايتها فالسؤال يطرح نفسه لماذا هذا الحدد أنا لا أحمل أحدا معينا مسؤولية هذا الحريق ولكن أخشى ما أخشى أن يكون وراءه خطوة لتفريق هؤلاء اللاجئين في مناطق متعددة وتوطينهم بدلا من إعادتهم إلى أوطانهم أركان وهذا لا يستبعد وأتمنى أن السلطات يعني يبقى سيناريو أن ما حدث هو بفعل فاعل